أهلاً بحراتكم من جديد الملف الفلسطيني الملف الإسرائيلي ما وصل إليه الوضع المهترق فيما يخص المفاوضات الجارية برعاية أمريكية بوساطة مصرية بوساطة قطرية بين حماس وبين إسرائيل عشان نوقف هذه المأزلة إيه اللي حصل بين يمين تنياهو يبدو أنه وصل إلى مأزق داخلي جعله يهزي إيه اللي حصل بين يمين تنياهو مبارح طلعه وإحنا قلنا مؤتمر صحف وقال فيه وجاب قريطة بسكهة وقال إنه مش هنتحرك من محور فيلادلفيا ومش هننسحب منه وإحنا متوجدين فيه لأنه الفلوس اللي بتيجي لحماس بتيجي من محور فيلادلفيا من مصر والأسلحة اللي بتيجي لحماس والمعدات اللي صنعه بقى أسلحة وزخيرة بتيجي من مصر واتهم مصر زوراً وبهتاناً من يمين تنياهو بشيء كان يمثل فجاجة ويمثل أنا آسف في التعبير يعني نوع من الوضاعة الشديدة إنه يرمي بالاه على الناس عندك مشكلة داخلية عندك ستة من الأسرة بتوعك قتلوا في فلسطين قتلوا في الأنفاء وراحوا عندك فحصل عندك إضراب ومظاهرات وعندك مشكلة في مجلس الوزراء بتاعك وعندك خلاف مع الجهزة الأمنية فبالتالي أراد أن يعني باللغة المصرية العامية يرمي بالاه على مصر بالتالي عايز يفخخ الاتفاقات والمحاولات والمفاوضات فعايز يعمل عملية بمجابها يحول مصر من وسيط إلى شريك يطلع مصر من منظومة الشراكة فيما يقص المفاوضات ويجعلها عدو هو بن يميني تنياهو عايز يعمل هذا الكلام أهو مبارح وقف هذه الوقفة وعمل يشرح قدام حضراتك أهو أهو شايفين ده قدام حضراتك يعني ده رئيس وزراء إسرائيل أهو قدام حضراتك وبتكلم بيقول إنه قدي غزة بيقول قدي الحاجات دي دي سينا دي سينا بيقول شايفيني للساهمة جاملين إنه بيجي هنا أهو عندنا دي إرهابين يعني إنه بتنظروا دي أشخاص وده سلاح وده فلوس يعني بيقول إنه مصر مصر سينا يعني بالدخل في الـ 14 كيلو دول قدي فلوس الدولارات أهي وده سلاح وده أشخاص ده مين اللي بيقول هذا الكلام ده نتنياهو طيب بيقول قدي جاي من مصر من الحتة دي وبقول قدي هنا في هذه المنطقة دول جاي من البحر أهو وده كان مؤتمر كان متزعح في كل مكان أهو السؤال اللي بسأل به بسأل بن يمين نتنياهو بقول له طيب يا سيدي أنا عارف اللي بيحصل هنا في الحتة دي أنا عندي هنا يا جماعة حوالي 5 كيلو هنا في الحتة دي الحدود ده هو 5 كيلو منطقة ما فيهاش يعني ما تشوف يعني احنا عملنا مدينة رفع الجديدة عشان أستوعب السكان اللي هنا عشان ما يبقاش اللي كان زمان فيه أنفاء بتعمل من هنا ل هنا من البيت لبيت ما حد بيشوفها فعشان احنا نعمل فاحنا حفارنا هنا وعملنا صور عمقه 6 متر وارتفاعه 6 متر والأنفاء التانية حطينا مياه وغيره وعملنا حاجات كتل خرصانية بأسمنتية ومساحة فاضية حوالي 5 كيلو 5000 متر في الحتة دي فبالتالي من الجانب المصري لا توجد أنفاق من الجانب المصري لا توجد أنفاق كان فيه آه كان فيه امتى كلام ده قبل عملية الشاملة وقبله قبل وقبل 2011 كان فيه حاجات وإحنا كنا بنعاني مش إحنا بنسأل إحنا كنا بنعاني لأنه سينة اختطفت مننا في هذا التوقيت فبالتالي النهاردة ما يجيش نتنياهو يرحل مشكلته الداخلية على حساب مصر ده مرفوض قولا واحدا ما في ذلك الشكل لكن بسأل بن يمين التانية وبقول له هو السلاح اللي بيروح الضفة الغربية جاي من ايه السؤال برضو بطلقه ببساطة هات يا ابني خريطة كده يعني هو هو انت اهتمت اهو يعني دي ايه دي ايه دي غزة هو مفيش مفيش الضفة الغربية عنده يعني هو كل كل الارض كلها قالك دي ارض اسرائيلية وحطت غزة بس قدام حضراتكو هي وقال كل المشكلة من الحتة دي طب فين الضفة الغربية هي رايحة فين صحية التاكلة لم تقعد للضفة الغربية توجود في الخريطة اللي عرضها بن يامين نتنياهو امس على العالم كله واحدث احدثت حالة من الجدل الشديد عموما صحيفة هارتس الاسرائيلية قالت خريطة نتنياهو لغزة بتظهر بتظهر كذب ادعاءاته ده مش انا اللي اقول ولا الاهرام القاهرية اللي قالت ولا الشرق اوسط السعودية اللي قالت ولا المجلة الكويتية اللي قالت ولا البيانة الاماراتية اللي قالت مال مين اللي قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية قالت خريطة نتنياهو لغزة تظهر كذب ادعاءاته وقالوا كمان انه الخريطة بتمثل فشل في اظهار الطريق اللي استخدمه لنقل الاموال القطرية الى حماس الصحيفة الاسرائيلية بتقول انه اللي دخل فلوس لحماس في غزة كان هو بن يمين نتنياهو عن طريق اتفاقات هنا او هناك عموما يعني نتنياهو طلع وقال تستطيع حماس تهريب المختطفين الى سيناء في 42 يوم اللي هالهدنة اللي انتوا عايزينها وقال كلام طبعا تبعتوه جميعا لما قال قلبي وقلب الامو مكسورة على العائلات وغيره وقال ان احنا عندنا اربع اهداف القضاء على حماس عادت جميع المختطفين لدينا التأكيد على ان غزة لن تشكل تهديد عادت سكاننا بامن الى حدود